إذن أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية وحتى اليوم تسلم نحو مليون ونصف مليون ليبي بطاقاتهم الانتخابية بانتظار الاستحقاق المهم في الرابع والعشرين من الشهر المقبل هذه الانتخابات يمكن وصفها حتى اللحظة بأنها تشهد زخما بالترشح وهو زخم يصاحبه عودة أجواء وأسباب الخلاف السياسي والإقليمي والقبلي ما يضع ليبيا اليوم أمام مرحلة اختبار جديدة وبالغة الدقة وهي مرحلة لا تختبر الليبيين وحسب بعد نحو عقد من التحولات والمتغيرات والاقتتال بل تختبر أيضا الموقف الدولي ومدى جديته بإعادة الاستقرار إلى البلاد من بوابة صندوق الاقتراع الآن أرحب بضيفي من القاهر محمد السلاك المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي وكذلك ينضم إلينا من ترابلس الدكتور عبدالقادر الحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة أهلا بكما الدكتور عبدالقادر سأبدأ معك من ترابلس باب الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية المقررة في الرابع والعشرين من الشهر المقبل أغرق اليوم أكثر من سبعين مترشح المجلس الأعلى للدولة هل يطوي صفحة الخلاف حول قانون الانتخابات الرئاسية وبأن هذا القانون قد صدر دون التشاور مع المجلس الأعلى وفصل على مقاس مترشحين من أمثال المشير حفتر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أرحب بضيفك الكريم طبعا مجلس الأعلى للدولة ما زال على رأيه وهو أن هذه القوانين معيبة وتسمح للمجرمين بالترشح وتسبب أيضا بعدم العدالة والتهميش خاصة في بعض الشروط التي خاصة في الانتخابات البرلمانية شرط الشهادة الجامعية تسببت إشكالية لبعض النخب والحكماء والأعيان أنهم لا يستطيعوا أن يترشحوا أيضا ما زال المجلس الأعلى للدولة مصر على رأيه وهو أن هذه القوانين غير متفق عليها أن الانتخابات هدفها هو الاستقرار وليس الهدف هو الانتخابات العديداتية ولكن نرى أن هذه الانتخابات ربما ستلغي هذه الهدنة الهشة وتأتي لها بالحرب من جديد طيب أستاذ محمد أسألك برأيك ماذا يفسر ارتفاع عدد المترجحين لهذه الانتخابات هل جميع ما انتقدم إلى المفاوضية العديد للانتخابات يتفرون على عناصر ومعايير الكفاءة والإدارة والعلاقات الخارجية لديهم صفات يتطلع إليها المواطن الليبي مساء الخير أهلا بك أهلا بك لحضرتك ولضيفك الكريم من طرابلس فقط تصحيح بسيطا المتحدث السابق باسم الرئيس المجلس الرئاسي يعني بالتأكيد هذا الاستحقاق هو الأول من نوعه في ليبيا في تاريخ ليبيا ككل انتخابات رئاسية تجرى وهي سابقة جديدة وبالتالي ربما هذا يفسر حالة الإقبال وربما أقول النهم على المشاركة في هذا الاستحقاق باعتباري استحقاقا تاريخيا إلا أن هذه المعايير التي تفضلت بحضرتك في تقديري لا تنطبق على كل المرشحين هناك عدد كبير جدا من المرشحين وأنا لا أخذ هذا العدد بجدية وأتصور بأن المنافسة ستتقلص بين أربعة إلى خمسة أسماء فقط من الأسماء البارزة التي لديها قواعد شعبية وحواضن اجتماعية ودعم دولي أو علاقات دولية بغض النظر اتفقنا أو اختلفنا مع هذه الشخصيات نتحدث هنا بتجرد ربما سنشهد استبعاد بعض المرشحين سنشهد أيضا انسحاب البعض الآخر وفي النهاية ستكون المنافسة بين مجموعة بعينها أتصور أن هذا الإقبال يمكن أن نقرأه في سياق إيجابي وطموح مشروع للجميع بأن يدخل هذا السباق ويحاول أن ينافس على الأقل يعني أن يسجل بعض النقاط ربما يحتفظ بها في سيرته الذاتية مستقبلا تدفع به في أي اتجاه ولكن المنافسة الحقيقية الشارع الليبي بين قسماته وتبايناته يعلم من هي الأسماء التي ستلعب دور والأمر لا يخلو من المفاجآت المشهد الليبي عودنا دائما على المفاجآت ربما تبرز أسماء جديدة تشكل مفاجأة تصعد إلى الجولة الثانية كل هذه الاحتمالات واردة لا نريد أن نستبق الأحداث ولا أن نتكهن بمصير هذه الانتخابات إلا أن الأسماء البارزة كما أشرت سلفا ما لم يكن لجهات التدقيق والفحص التي تقوم الآن بعملها فيما يتعلق بالمرشحين الذين قبلوا بشكل أولي وإلى أن تصدر القائمة النهائية من المفوضية العليا للانتخابات لا يمكن أن نتحدث عن أي مرشح وحضوظه إلا بعد أن نتأكد من أنه سيدخل هذا السباق دون أي موانع قانونية وأي طعون تحول دون مشاركته في هذا السباق دكتور عبدالقادر لا يزال المجلس الأعلى للدولة عند رأيه بأن قانون الانتخابات الرئاسية التشرعية خاصة الرئاسية لم يجري بالتشاور والتوافق مع المجلس الأعلى الانتخابات حددت المفوضية استقبلت طلبات الترشح أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية رأيكم مع كل الاحترام هل يقدم الآن أو يؤخر شيء؟ نعم هو الحقيقة أن الانتخابات تحت المحك لا أعتقد أن الانتخابات تجرى هذا رأيي شخصي أنا لا أعتقد أن هناك انتخابات بسبب صراع الذي يحدث حتى بين المترشحين أنفسهم حاليا يوم الأمس كان هناك قتال وحرب في مدينة السبهة صراع بين مشجعية حفتر ومشجعية سيف الإسلام يعني البلاد منقسمة إلى ثلاثة حاليا الدبيبة في المنطقة الغربية حفتر في المنطقة الشرقية الجنوبية تخاصم عليها سيف الإسلام وحفتر والأغلبية لسيف الإسلام وهذا أنا هذا اللي أتخوف منه أن هذه العملية ستؤدي إلى كارثة إذا لم تحل بأسرع وقت ممكن ونعود إلى الاحتراق يعني أنا أرى شخصيا دخول حفتر وصيف الإسلام وعجلة صلاة الدقائم لن تفتح أبراب الاحتراق من المنطقة الغربية وهذه المشكلة وإذا خرج حفتر في المنطقة الشرقية وإذا خرج سيف لن يخلق إذا يجب أن نفوض حل وإذا خرج سبيبا سبيبا هو الوحيد لأن المعنون يستطيع أن يقوم بحرف وثلاث كلمات يستطيع أن يقول لا أستطيع وإذا يقوم بعمل رئيس الوزراء ووزير داخلياته يستطيع أن يقوم أرسل أقوات المنطقة الجنوبية لدعم المديريات المنطقة الجنوبية وأرسل المنطقة الجنوبية يعني أنه يسأل أليه سيطرة على أن يقوم بعمل 16 طريق لأنه يستطيع أن يتحدث يعني كل المترسيين والمترسيين نعم طب دعني أعود دكتور عبدالقادر الصوت يتقطع يعني سأعود إليك لاحقا حين إصلاح ربما الخلل من المصدر طب أستاذ محمد ما يمكن الذي العوامل التي قد تؤثر سلبا على هذه الانتخابات ذكر ضيفي من طرابلس دكتور عبدالقادر أن هناك طرأ خلاف بين أنصار سيف الإسلام وكذلك أنصار المشهر الخليفة حفطر وكلهما يعني قدموا أوراق ترشحهما إلى هذه الانتخابات الرئيسية ربما هذا مشهر صغير قد يدلل في المستقبل أن هناك صعوبات تعترض طريقة هذه الانتخابات الرئيسية في ظل الوضع الحالي فيما يتعلق بانتشار السلاح بكثافة في ليبيا وكذلك القوى الإقليمية وكذلك الدولية وكل يسعى ربما أن يكون هناك مرشح له يدعمه لكرسي الرئاسة في تقديري أن أهم الصعوبات وربما التحدي الأبرز الذي يواجه هذه الانتخابات هو مسألة الأمن الوضع الأمني في ظل انقسام مؤسساتي في ظل وجود مرتزقة ومقاتلين أجانب على الأرض في ظل حدود هشة خاصة في المنطقة الجنوبية وتسلل بعض العناصر يعني الهاجس الأمني ربما هو الأبرز وهنا يأتي دور المؤسسات الأمنية والعسكرية في شرق البلاد وغربها وجنوبها بأن تتحمل مسؤولية وتستطيع أن تتعاطى مع هذه الانتخابات وتؤمن مراكز الاقتراع وكذلك أن ينأى كل الأطراف وكل المرشحين ممن لديهم أنصار بنفسهم عن أي صراعات قد تؤدي إلى تأزيم المشهد أو حدوث انسداد سياسي يؤدي إلى تقويض هذا الاستحقاق الهام الذي يعول عليه الليبيين للوصول إلى مرحلة من الاستقرار ومؤسسات ثابتة هنا أيضا يأتي دور المجتمع الدولي وكما تفضلتم قبل قليل اختبار جدي حقيقي لمدى قدرة المجتمع الدولي ومدى جدية المجتمع الدولي في التعاطي مع الملف الليبي والالتزام بتعهداته فيما يتعلق بدعم العملية الانتخابية ووقف أي شكل من أشكال العنف فرض العقوبات على المعرقلين من أي طرف كان المهم أن نمضي قدما نحو الانتخابات وتكون الكلمة الفصل لسناديق الاقتراع الشعب الليبي هو من يختار من يجلس على كرسي الحكم هو من يختار البرلمان الجديد تعود الشرعية للشعب ولا أحد يستطيع أن يصادر حق الشعب في اختيار ممثليه سواء في البرلمان أو في الرئاسة وعلى الجميع بلا استثناء أن يحترموا نتائج ما هي الضمانات أستاذ محمد ما هي الضمانات يعني يطرح موضوع الضمانات في ضل هذا الانقسام هو المجهد ما بين الشرق وغرب وجنوب ومرشحين عليهم خلافات بانتظار لجان الطعون والفحوصات المطلقة إن كان لديهم تهم جنائية أو ملاحقات أو أي تعترضات أخرى ما هي الضمانات أن يقبل هذا الجانب أو ذلك الجانب هذه النتائج ويحتلبها دون أن تزيد هذه الانتخابات من حالة انقسام السائدة في ليبيا بالتأكيد الوضع شائك ومعقد ويعني لا نملك طرف التفاؤل بقبول النتائج بشكل كامل ستكون هناك اعتراضات ونحن مازلنا يعني لا ندري عفوا لا ندري من ستنتج سندق الاقتراع من ستنتجه رئيسا يعني أو البرلمان الجديد ولكن الاعتراضات متوقعة وهذا حدث في مرات سابقة في ظل حالة الاستقطاب والانقسام وانعدام الثقة بين الأطراف المختلفة الضمانات يمكن أن تتمثل في نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولية دقة الإشراف الدولي على العملية الانتخابية والتزام كل الأطراف بالنهج السلمي والأطر القانونية فيما يتعلق بهذا المصار ثم يأتي دور المجتمع الدولي في لجم أي تحركات أو تصعيد أو ما شابه ضد نتائج الانتخابات سواء كان الفائز هذا أو ذاك لا يهم المهم أن نرتضي الصندوق ونقبل بنتائج الصندوق ولا تكون هذه الانتخابات الأخيرة في ليبيا نحن نريد تداولا سلميا على السلطة وهذه هي اللعبة الديمقراطية يعني إن اتفقنا على قواعد هذه اللعبة فستنطلق ومن خسر اليوم يمكن أن يفوز غدا وليست نهاية المطاف المشكل في ليبيا في تقديري وربما أكون مخطئ أن هناك البعض يتعامل مع الانتخابات الحالية وكأنها نهاية المطاف وكأنها حلقة جديدة من عشر سنوات قادمة وربما التجربة الأخيرة هي التي أوحت بذلك ولهذا يعني المشكل أيضا في مسألة غياب القاعدة الدستورية التي تحدد المدة الزمنية للرئيس والصلاحيات وغير ذلك لم تحسم هذه القاعدة الدستورية لأدري كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر ربما لا يوجد بديل سوى الإعلان الدستوري المؤقت حتى الآن في ظل عدم التوافق بين الجهات المعنية حول قاعدة دستورية وهناك الكثير من الوقت استهلك دون التوصل إلى توافق فيما يتعلق بهذا الأمر وهناك أيضا الدستور الذي أنتجته الهيئة التأسية لصياغة مشروع الدستور ربما سيطرح للاستفتاء بعد أن يأتي رئيس جديد إما أن يطرح كما هو أو يعدل ستترك هذه المسألة للجهات الرئاسية والتشريعية القادمة دكتور عبد القادر كنت تحدث لكن الصوت تقطع لم نسمع بشكل جيد أنه لا بد من انتخاذ مبادرة في ظل الإخلاف القائم حول ما أصدرته أو ما أصدره مجلس نواب تبرخ من قوانين انتخابية رئاسية وتشريعية تعتقد شخصيا بأن هذه الانتخابات لن تجري في موعدها شخصيا أنا أعتقد شخصيا أن هذه الانتخابات لن تجري في موعدها بحكم وجودي على الأرض الواقع وما أرى من تجادبات وتشاحنات يعني يوم السبت كان هناك اجتماع كبير في مدينة ترهونة التي علفت بالقربة القربة القبور الجماعية في الحرب الأخيرة على طرابلس يعني رفضا قاطعا لترشح سيف الإسلام وعقيدة صالح وحفتر لهذه الانتخابات يعني أعتقد أن المنطقة الغربية لن تشهد عملية فتح الصناديق الابتراع في حالة أن نترشح هؤلاء الأشخاص أيضا هناك تجادب ومجلس العلاد الدولة قدم مبادرة ومازال يقدم مبادرة للحل وكما قال ضيفك الكريم بخصوص المسار الدستوري الحقيقة أن المجتمع الدولي عرقل المسار الدستوري كنا في اجتماع جنيف أنا عدو في المنطقة الحوار السياسي على وشك أن نصل إلى قاعدة دستورية ولكن لأن أغلبية الفريق 75 عروب الأغلبية منهم يعيدون المخترح تعديل الدستور والاستكتاع عليه والبعتة لا تريد هذا المخترح أو بعض موظفي البعتة أقول الذين يعملون لبعض الدول في هذا لا يريدون هذا المطرح لذلك أغلق وذكر أن الحوار فشل ولكن الحوار لم يفشل وصلنا إلى الانتفاق وصلنا في الغرطقة في مصر إلى الانتفاق بالمسار الدستوري ولكن البعتة الأممية لم تعمل به ومزل النواب لم يعمل به الحقيقة يعني من حاليا يصرخ بالانتخابات ويريد أن الشعب يختار الرئيس لماذا يضعون العرب أمام الحصار الأولى هو المسار الدستوري لكي نضع الرئيس في نصابه يعني صلاحيات الرئيس ومدة الرئيسة يعني حاليا غير راضحة في العملية هذه في عمل الانتخاب يعني نحن نسعى إلى تنصيب ديكتاتور بصلاحيات شرعية من الشعب يعني هذا كيف نحن حاليا عنينا من المجلس الرئاسي السابق رأينا رئيس المجلس الرئاسي السابق خمس سنوات استعتر في الفترة الأخيرة بأنه جاء باتفاق سياسي وليس بصلاحيات شعبية واستعتر بكل شيء وحاليا عقيلة صالح مستعتر بكل شيء ورئيس الوزراء الدبيبة حاليا مستعتر يعني هذه ديدانة الشعب الليبي يجب أن نقيد المسؤولين الليبيين بنصوص قانونية نصوص دستورية واضحة قبل أن نذهب إلى إعطاءهم السلطات يعني حقيقة العملية التي دابت وتذهب إليها العموم التحن والمجتمع الدولي حاليا هي في طريقها إلى صناعة ديكتاتور جديد على ليبيا سواء عسكري سابق أو مدني من مدني القادمين سوف تكون نحن رأينا تونس حاليا بها دستور وراتبة ورأينا يعني ما يحصل حاليا يعني يدين تجادبات لا نريد أن يحصل ما حصل في العراق ولا نريد أن يحصل ما حصل في تونس نريد انتخابات متفق عليها أساسها متفق عليها لكي نضمن أن الجميع يقبل مخرجاته طيب أود أن أسألكم فيما يتعلق بدكتور ترشيح عبد الحميد الدبيد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية وهو لا يزال يمارسه في هذا الموضوع أن المادة 12 تنص على ضرورة التوقف المرشح سواء كان مدنيا أو عسكريا عن العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات كيف يمضي بهذا الترشح الدبيبة والمادة 12 تمنعه من هذا الترشح وهو على رأس عمله كرئيس للوزراء هو الدبيبة يستغل الموقف الذي حصل له هو عبارة عن بحكم أنه تمت نزع التقى عنه وأصبحت حكومة تسيير أعمال يوم 24 يوم 29 2021 يعني قبل ثلاثة أشهر يستغل هذه النقطة وترشح من خلال هذه النقطة ولكن مجلس النواب ده عمل عملية لتكي تعرف أن القوانين مفبركة لإدخال ناس معينة ولإغلاءها الجلسة لمجلس النواب كانت يوم عشرين دسعة يعني قبل ثلاثة أشهر وأربعة أيام وصدر القانون يوم عشرين أكتوبر يعني بعد شهر يعني الغاية منها هو إبعاد الدبيبة وهو وهذه متمسك ديها وحاليا يسعى أنه يكون متلشح بحكم أنه أصبح مقال ولا يمارس أعمال حكومة يسير أعمال فقط هذا الحجة التي دخل بها الدبيبة حاليا نعم طيب أستاذ محمد السلاك يعني بانتظار أنت قلت بالأخير في نهاية المطاف ستنحص المنافزة بين أربع إلى خمس مرشحين برأيك ستكون معركة رئاسية صعبة أم كيف تتوقع أن تكون شكل هذه الانتخابات إذا ما يعني انتهى المطاف بأسماء بارزة هم من سيدخلون صباق الرئاسة في ليبيا لا شك أنها ستكون معركة شرسة للغاية ومنافسة محتدمة بين الأطراف المختلفة لكل كما أشرنا سلفا أنصار ومؤيدين دوليين أو حلفاء دوليين وتأثير في نطاق نفوذي وبالتالي لن تكون المسألة سهلة ولكن ما نقلق بشأنه هو ما بعد العملية الانتخابية ما بعد إعلان النتائج يعني أنا في تقدير أوامل أن يستوعب الجميع أن كل طرف ينظر إلى الصورة من زاويته ولكل قواعده الشعبية وحواظنه الاجتماعية ومن تراه سيئا يراه البعض الآخر جيدا وهذا هو دايدا الانقسام وأيضا المشهد الانتخابي في أي مكان في العالم يعني طبيعي أن ينقسم الناس أو يختلف الناس حول شخصيات بعينها أما فيما يتعلق بأهلية المشاركة في الانتخابات فهذه مسألة متروكة للمعنيين بتطبيق الأطر القانونية والدستورية هناك عدد من المرشحين الآن يخضعون للتدقيق والفحص من قبل النيابة والجوازات والجنسية وربما الجهاز المخابرات والنائب العام يعني الجهات التي تتولى النظر في سجل أو ملفات المرشحين وعلينا أن نثق في النائب العام وهذه الجهات وما ستقوله أي أن كان القرار الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية والرضى بها والاستمرار في عملية التدور السلمي للسلطة ومن يفوس في هذه الانتخابات سيجد له أنصار وأيضا معارضين الأنصار سيستمرون في الدعم ويمكن لمن لم يقبلوا بوجود هذه الشخصية ينضموا إلى صفوف المعارضة هكذا نأمل أن نرى المشهد إلا أن بعض المعطيات لا توحي بذلك نتيجة لحالة الاستقناب الحاد وسلسلة من الحروب في البلاد الجرح غائر هو عميقة ونحتاج إلى بناء جسور فوق هذه الهوة التي تزداد عمقا يوما بعد يوم ونأمل أن تكون الانتخابات هذه بداية جديدة لليبيا واحدة تحت قيادة موحدة بعيدا عن الانقسام الذي ضر بمصلحة البلد سواء على المستوى السياسي أو المؤسساتي أو الاجتماعي ويحتاج إلى جهد كبير من كوادر مدربة قادرة على إعادة التئام المؤسسات أخرى قادرة على قيادة المصالحة الوطنية جبر الضرر والعدالة الانتقالية يعني كل هذه أليست هذه قضايا أستاذ محمد تحتاج إلى جهد كبير نعم هذه القضايا تحتاج إلى جهد كبير أليست كل ما ذكرته موضوع العدالة الانتقالية كذلك المصالحة الوطنية معالجة الانقسامات أليست كانت بالأجدى تتم معالجة كل هذه القضايا قبل أن تمضي ليبيا إلى الانتخابات حتى لا يتعمق هذا الانقسام يعني بإنفاز مرشح من الغرب والعكس هو صحيح وأنت تدري مدى عمق هذا الجرح الذي وصفته كذلك نتيجة عشر سنوات من الاقتتال والانقسام يعني هذا صحيح ولذلك جاءت السلطات الجديدة الرئاسية والتنفيذية كان سببا من الأسباب الرئيسية لإنتاج سلطة جديدة تخلف المجلس الرئاسي السابق هو أن تعبد الطريق للعملية الانتخابية عبر سلسلة من الخطوات على رأسها توحيد المؤسسات وأيضا المصالحة الوطنية والقاعدة الدستورية ودعم المؤسسة الوطنية المفوضية العليا الانتخابات والتمهيد وتهيئة المناخ حتى نجري العملية الانتخابية في مناخ إيجابي إلا أن هذه السلطات مع تقديرنا وهذا في وجهة نظري لم تؤدي هذه المهام كما يجب والدليل هو هذا المشهد الذي نتابعه الآن لم يتغير فيه شيء ازدادت الانقسامات وازدادت حدة الخلافات أشكرك من القاهرة محمد السلاك المتحد الصابع واسم رئيس المجلس الرئاسي أشكر كذلك ضيفي من طرابلس الدكتور عبدالقاد لحويني عضو المجلس الأعلى للدولة شكرا جزيلا لكم المتحد